خبر تاني وده مدايقني شوية بس هشرح لكم يعني كنت لسه مدافع مفيش من لحظة وعن اتحاد الكورة واللي بيحصل يعني مسؤولوا اتحاد الكورة تجاهلوا اتصالات حصلت من محامي فيتوريا لتحديد موعد تحويل الدفع الاولى من كيمة الشرط الجزائي اللي هم شرط الجزائي كله 580 ألف دولار 3 شهور كيمة عقد فيتوريا اللي هم كانوا شرط الجزائي مجلس دارة اتحاد الكورة بدأ يعرض العقد بتاع روي فيتوريا على اللجنة القانونية عشان يدور على صغارات بيها ما يدفعش الشرط الجزائي روي فيتوريا انا الجو ده بحبوش ده متقيل وليه مسميات مش حابب اقولها هتقول لي يعني انت عايز يطلع من مصر من اتحاد الكورة 580 ألف دولار هقول لك والله هيصعبوا علي ولا 508 ألف جنيه كمان ولا 508 ألف جنيه كمان بس الحق حق الحق حق هتقول لي ما مقربة فيه صغره بالمناسبة بقى لو فيه صغره في الشرط الجزائي لو فيه صغره يعني فدي حاجة هتدين اتحاد الكورة أكتر ما تخليه شاطئ أشتر الشطار ان نوفر 580 ألف دولار تدينه جدا ايه هي انه لو فيه صغره فالصغره دي كان ممكن روي فيتوريا نجح مع منتخم مصر ويبقى عنده عرض برة مصر فيدور على الصغره دي فيمشي من منتخم مصر من غير ما يدفع شرط الجزائي المصر فساعتها كنا هنقول يا دي المصيبة ده الرجل داحك علينا ففكرة أصلا انك بتدور على صغره دي بتحسسني ان انت أصلا عندك خلل بتحسس بحاجات تانية برضو مش عايزة أقولها دمها تقيل راجل أجنبي اسمي كبير لو سيبيه محترم صوته مسموع يطلع أرجوكم بشكل كويس بلاش اللي حصل مع كالوس كيروش يحصل تاني زي ما الراجل قاعد يفضح فينا بلاش روي فيتوريا يعمل معنا كده فرجاءا لو سمحت وانا عارف انه الرقم ضخم وكبير بس احنا ده العقد فانا على كده للأسف هننفذ للأسف يعني دي حاجة ما بيش بقولك انا فرحان تتعب يعني حس انهم طالعين من بيتنا بس برضو ده حق ببساطة يعني